في اواخر شهر 5 سنة 2017 حصل لقاء مهم جدا وكان لي تأثير كبير على البرصة الامريكية وتحديدا قطاع شركات التكنولوجيا اللقاء ده كان ما بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ورجل الاعمال الياباني ماسايوشي صان والغريب في الاجتماع ده انه ماكملش 45 دقيقة كده على بعض وكان ماسايوشي صان ادري يقنع السعوديين باستثمار 45 مليار دولار في سندوق فيجن اللي هو اكبر سنادي الاستثمار في مجال التكنولوجيا العالمية السندوق ده مر باوقات صعبة جدا جدا في بداياته لكن حاليا رجع مرة تانية على الساحة وحقق عائدات ضخمة جدا يعني كانت حديث الصحف في الفترة اللي فاتت لما عدت افكر كده في اللي حصل ده كله لقيت ان عندي سؤال مش عارف اطلعه من دماغي يا ترى الراجل ده كان محظوظ والاستثمارات السعودية جات معاك كده بالحظ ولا هو فعلا جامد جدا في الاستثمار والحصول على تمويل من اي حد بيقعد معا بعد شوية بحث كده لقيت ان الراجل ده حدوتة كبيرة جدا وليه قصص مع اغلب رجال اعمال والمستثمرين الكبار اغلب الاحداث اللي بتحصل مؤخرا لو بدأت ان انت تدور وراها كده وخاصة في مجال التكنولوجيا والشركات الكبيرة هتلاقي ان العنصر المشترك اللي ما بينهم كلهم واللي واقف في الخلفية من ورا هو مسايوشي صن وشركة سوفت بنك السلام عليكم وهلا بيكم في حلقة جديدة من اقتصاد الكبكب معكم مصطفى الصعيد والنهار ده ان شاء الله هنتكلم عن شركة سوفت بنك ومؤسسها مسايوشي صن ازاي الراجل ده عمل الامبراطورية الكبيرة دي ايه سر نجاحه مين هو طلع ازاي بداياته كان يتعامل ازاي وازاي كان بيقدر بكل سهولة ان هو يقنع المؤسسات المالية الكبيرة بانها تحط فلوس في استثماراته هو ده اللي هنحاول نعرفه في حلقة النهاردة فسريعا لايك وسبسكرايب وقبيت القهوة بتاعتك وركز معي يوم 11 اغسطس سنة 1957 اتولد مسايوشي صن كوري الاصل مولود في اليابان جده زمان كان هاجر واستقر في جنوب اليابان مسايوشي صن اتولد في عيلة فقيرة جدا والامر من كده انك تكون مش ياباني عايش في اليابان في الوقت ده دي كانت كفيلة انها تعرضوا للتنمر من الاطفال وتدمروا نفسيا لان المجتمع الياباني هو مجتمع مترابط جدا عرق واحد واي دخيل عليه يعني بالطبع مش هيكون زي ابن البلد والكلام ده على حد وصفه فبالتأكيد يعني الفرص امامه في اليابان مش هتكون افضل شيء كبر الطفل ده شوية وكان مغرم بالقراءة جدا وخاصة الكتب اللي بيكتبها رواد الاعمال واهم شخصية في حياته هي شخصية دان فوجيتا الراجل اللي دخل ماكدونالز اليابان مسايوشي صن كان مبهور جدا بالراجل كان مجنون بيه لدرجة انه قاعد يتصل على شركته يا جماعة عايز اقابل الراجل ده عايز اشوفه ولو حتى تلت دقايق على بعض اشوفه كده وروح لكن مفيش اي حد كان معبره المشكلة الكبيرة اللي كانت بتقابل مسايوشي صنوها صغير ان تمن المكالمات اللي كان بيعملها دي كانت غالية جدا يمكن كانت اغلى من المواصلات اللي هيروح بيها للراجل ده فقال ما بتدهاش بقى خد بعضه وقام مسافر للراجل ده كان بيبعد محافظات ما بين سكن وما بين شركة الراجل ده فرح هناك وتقابل على موظف الاستقبال وهناك قال له يعني انت بس بلغ فوجيتا اني عايز اشوفه يعني مش هتكلم معاه ولا هضيعله وقته انا بس هشوفه قدام عيني كده وهمشي مش اعمل اي حاجة بعد الحاح شديد من الطفل ده فالموظف اضطر انه هو يروح لفوجيتا ويبلغه فقال له طلعوا خلينا نشوفه عاوز ايه وتقابل يا سيدي ما سايوشي صنع على رجل الاعمال الياباني ده في فوجيتا وقعد معاه اكتر من ربع ساعة كاملة وكان في سؤال واحد بس في بال ما سايوشي صنع قال له لو انت ما كاني دلوقتي تنصحني باي مجال الدراسة اللي يكون لها مستقبل بعد كده فالرجل رد بدون تفكير قال له الكمبيوتر والبرمجة هم دول المستقبل بعد كده وهنا تم تحديد الوجهة للطفل ده اللي كان جد فعلا في الوجهة بتاعته دي وبدأ يكل الكتب اكل علشان يكون من المتفوقين في الدراسة بتاعته فتجيله منحة لأحد الجامعات الامريكية فيسافر ويدرس علوم الكمبيوتر وقبل ما انهي معاك بقى الفصل ده من حياة ما سايوشي صنع احب اقولك ان دان فوجيتا بعد كده هيصبح في يوم من الايام عضو مجلس ادارة شركة سوفت بنك اللي هيأسسها ما سايوشي صنع بعد كده صاحبنا سافر على امريكا ويبدأ في الدراسة بتاعته جنب الدراسة كان حابب انه هو يشتغل طيب هتشتغل كم ساعة سيدي في اليوم قال لك كم ساعة هم خمس دقايق بس ويكون داخل منهم عشر تلاف دولار في الشهر فراح لواحد صاحبه وقال له عايزك تشوفلي شغلانة اشتغل في خمس دقايق ويجيب لي العشر تلاف شهريا فصاحبه قال له بيع مخدرات وانت مجنون مفيش الكلام ده خالص لكن صاحبنا بدأ ان هو يفكر ايه العمل اللي يجيب المبلغ ده في خمس دقايق بس في اليوم قال بس مفيش غيرها الاختراعات ويكون معايا براءة اختراع وبيعها بقى ايه لي الشركات او اقجرها فيجيلي فلوس كتيرة جدا وانا قاعد في البيت وعلى حسب كلامه ده اللي بالمناسبة كان قيله على قناة بلومبرج وهسيب له رابط المقابلة كاملة في وصف الحلقة بدأ ان هو كل يوم يزبط المنبهة على خمس دقايق اول ما يصحى كده وفي الخمس دقايق دول كان يععد يعصر دماغه ويدور على فكرة يعملها اختراع بصراحة الكلام ده بالنسبة لي يعني خيالي قوي شويتين كده لكن على حد وصفه الفكرة دي نجحته وجات له فكرة انشاء اول جهاز ترجمة الكتروني جهاز صغير كده وده الجزء اللي ذكروا فيه المقابلة دي لكن اللي ما ذكرش بقى وتذكر فيه مصادر تانية ان صحيح الفكرة جات له لكن تنفيذ الفكرة دي كانت صعب جدا وهو ما يقدرش يعمل حاجة زي كده فامرايح لي بعض الدكاترة والمدرسين في الجامعة وكلمهم عن الفكرة وخلاهم يساعدوه وبعدهم انه لما يبيع الفكرة دي هيديهم كل حقوقهم وبالفعل قد كان اتعملت الفكرة دي واتبعت ليه شركة شارب اليابانية بواحد وسبعة من عشرة مليون دولار ودفع طبعا ليه الدكاترة والاسادزة اللي ساعدوه وفي نفس الوقت بقى انا عايزك تركز معاه فيه المعلومة دي ان صلته بشركة شارب دي عرفته على الدكتور ساساكي احد الناس الكبيرة جدا فيه شركة شارب وليه شعبية كبيرة في اليابان وعايزك تركز معاه في الاسم ده علشان هنحتاجه بعد شوية بعد كده سيدي عمل برضو براية اختراع تانية على جهاز تاني وباعها بمليون ونص واصبح دلوقتي بيمتلك تلاتة واثنين من عشرة مليون دولار وكل ده ماكملش سنة سنة ونص بالكتير علشان من الوقت ده تبدأ أولى خطواته في إنشاء شركة صوفت بنك ماساويوش السن خلص تعليمه رجع اليابان على سنة 1981 وكان معاه الفلوس دي كلها قاعد سنة ونص كده كاملين يفكر في فكرة مشروع يبدأ يشتغلها فجي في راسه أكتر من 40 فكرة وعلشان يستقر على فكرة واحدة فكان حاطت لنفسه معايير معينة ودي مهمة لي نحن بقى كمستمعين دلوقتي إن احنا نتعلم منها أول معيار كان حطوه إن الفكرة اللي هيختارها لازم يحبها ويكون شغوف بيها على الأقل لمدة 50 سنة لقدام وده طبعا لإن أغلبنا بيكون عنده الحماسة لفترة كده سنة سنتين وبعد كده يبدأ في مرحلة الزهق فهو فكر لخمسين سنة لقدام تاني معيار بقى إنه كان عايز مشروع ينجح في خلال العشر سنوات اللي جايين ويكون هو فيه رقم واحد على الأقل في اليابان فوقع اختياره على فكرة كده كانت جديدة في الوقت ده ألا وهي بيع برامج الكمبيوتر بس بأسلوب مختلف شوية إزاي؟ شوف سنة 81 الكمبيوتر الشخص في اليابان يعني كان بدأ فيه الانتشار كده وكان واضح إن هيكون فيه مستقبل كبير للاختراع حتى إن فيه شركات يابانية كتير جدا بدأت فيه تصنيع كمبيوترات شخصية لكن برامج الكمبيوتر كانت قليلة جدا شوف الكمبيوتر زمان ما كانش ليه أي قيمة بدون الديسكات اللي عليها برامج التشغيل يعني دلوقتي الكمبيوتر قايم بنفسه لا محتاج فلاشات ولا استوانات ولا ديسكات ولا الكلام ده لكن زمان كان لازم برامج والبرامج دي كانت قليلة جدا والناس مش عارفة تشتريها منين جي بقى مسايوشي صن وعمل شركة صوفت بنك الشركة في بدايتها كانت بتجمع البرامج دي عندها من المبرمجين والشركات الصغيرة وتبدأ تعرضها علي الناس والناس بقى تيجي تشتري منها ده كده كان نموذج العمل الاولي بتاع سوفت بنك وعلشان يجرب الفكرة دي كان في معرض كده الالكترونيات هيتعمل في توكيو الشركات الكبيرة تبدأ تعرض منتجاتها الجديدة في المعرض ده فقرر ان هو يدخل المعرض ويشتري اكبر مساحة ممكنة وتكون مساحته قد مساحة شركة زي سوني وتوشيبا العمالقة في الوقت ده وقامت تصل بكل منتج البرامج في اليابان وقال لهم انا اشتريت اكبر مساحة في المعرض ده ولو حابين تعرضوا منتجاتكم معايا فانا هعرضها لكم مجانا طبعا منتج البرامج ما صدقوش الفرصة الكبيرة دي والكل فعلا راح معاه وبالفعل كان الحضور عنده تاريخي في المعرض ده يمكن اكتر من الحضور اللي كان عند السوني وتوشيبا ومن هنا برأ اسم سوفت بنك ومسايوشو سان يتعرف في مجال التكنولوجيا اليابانية فبالشكل ده مسايوشو سان دلوقتي اختبر الفكرة بتاعته ويعرف اهميتها والناس كمان برأت تشوف اهمية الكلام ده بس المشكلة هنا دلوقتي انه اصبح مش معاه اي فلوس خالص مفيش فلوس معاه حتى ان منتجي البرامج ما تعقدوش معاه مثلا علشان يوزع لهم البرامج بتاعتهم هم جم حضروا المعرض وروحوا وهو بقى على الحديدة فين بقى بعد اسبوعين كده من المعرض ده حظه كان حلو فجاله اتصال تلفوني من شركة جوشين دينكي تقريبا اعتقد كده الاسم مصبوط والشركة دي واحدة من اكبر متاجر الالكترونيات في اليابان قالو مدير الشركة عندنا عاوز يتواصل معك او يقبلك لعمل شغل محتمل مع الشركة بتاعتك فصاحبنا امرادت عليهم قال لهم انا مش عارف اسم الشركة بتاعتك دي او انتم مين اصلا انا معرفكمش وكده فقالوه طيب اسأل علينا شارب او اي حد من او سوني مثلا او اي حد من الناس الكبار وهم هيقولولك احنا مين وكده فقالوهم طيب خير ايه المطلوب فقالوه ان انت تيجي بكرة مقر الشركة عندنا ونقعد معاك وكده فقالوهم للاسف يعني انا عندي شغل كتير جدا جدا وبكرة مش هينفع وانا مش هقدر هو في الحقيقة ما كانش عنده شغل ولا حاجة هو ما كانش معاه اصلا اجرة المواصلات يعني ده على حد قوله هو ما كانش فيه اي فلوس خالص فانتهى الحوار التليفوني بسلب ما فيش خالص اي تعاقد تاني يوم بقى سيدي تجيله مكالمة من نفس الشركة فيقولوله ان من حظهم الحلو ان مدير الشركة كان عنده بعض الاعمال اللي بيعملها في المنطقة اللي فيها سوفت بنك فهو ممكن ييجي ويقعد معاك تاني يوم على طول سيدي يتقابل مع الراجل ده وهنا يعني فيه درس كده محتاجين نتعلمه من ما سيوش يصال انه لما قعد مع مدير الشركة الكبير ده فقال له بص انا مش معايا ولا مليم لكن انت لو تعاقدت معايا انا هقدر ابيعلك البرامج بتاعتك ويخليلك القسم بتاعك ده يشتغل شغل مفيش واحد في اليابان هيقدر يعمل اللي انا هعمله لك الكلام ده كلمة على الراجل ده قوي وحس انه هو فعلا امام الشخص المناسب اللي هيحسله من مبيعات الكمبيوترات والبرامج والقسم ده تمام لحد كده فاخد منه الديل وتعاقدة سوفت بنك مع الشركة ده بس المشكلة هنا بقى اللي وقع فيها ما سيوش يصال انه مش معايا اي فلوس حرفيا فهو لازم يكون في شوية فلوس على الاهل علشان يبدأ بيهم الشركة دي شركتين مع بعض وتعاقد وكده فهو محتاج دلوقتي انه ياخد قرد من البنك قيمة القرد ده 750 الف دولار تاني يوم يا سيدي امطالع على احد اكبر البنوك في اليابان وتكلم معاهم ان يا جماعة انا محتاج قرد 750 الف دولار قالوا له جميل جدا طيب انت عندك اي ضمانات ممكن تقدمها قالوا ما انا ما عنديش اي ضمانات انا الشركة بتاعتي ماكملتش تلات اربع شهور الارادات مش مكملة عشر تلاف دولار في الشهر ما عنديش اي اصول وما هجيبش اي حد يمضي على القروض دي مش هجيب اهلي مثلا يمضي على الشيكات دي خالص الموضوع ده منتهي فهم عادوا يتحكوا يعني مفيش الكلام ده خالص فراح الكلام ده كله بقى لمدير البنك فقعد مع مساويشو صان فحس فعلا ان لا في مشروع بجد بيتعامل دلوقتي ولما شاف التعاقد مع الشركة اللي مساويشو صان كان بيتكلم معها فحس يعني انه ممكن ييجي منه انه فعلا عايز يديله القرد 750 الف دولار فقاله طيب شوف لي اي حد مثلا يعرفك من الشركات الكبيرة يعني كما ارجع نستفسر منه عنك وكده وعن ادائك في الشركات فقاله انا معرفش حد ولا اقولك ثانية واحدة انا اعرف الدكتور ساساكي من شركة شارب يعني ادي رقمه ممكن تتواصل معاه ولان بقى سيدي الدكتور ساساكي ده كان راجل معروف وراجل محترم في اليابان فكلموا وسألوه على مساويشو صان فقالهم ان الراجل ده عنده امكانيات تجارية كبيرة جدا وانا برشح ان انتو تدولوا القرد والراجل ده يعني هيعمل شغل كويس جدا مدير البنك سمع الكلمتين دول اخد بقى كل الداتا دي كلها وحطها قدامه فلقي انه مش هينفع يديله القرد لكن هو امن فعلا بالكلام اللي بيقوله مساويشو صان فقرر ان هو يديله القرد على ضمانته الشخصية الراجل مدير فرع البنك ده عمل معروف كبير جدا جدا لسوفت بنك ومساويشو صان ولذلك هتلاقي ان في يوم في السنة كده شركة سوفت بنك بتحتفل بيه بالناس اللي ساعدت الشركة دي ان هي تقوم هتلاقي واحد على رأس الناس دي كلها هو مدير الفرع ده كانوا كل سنة بيحتفلوا به واخد سيد صاحبنا القرد ده وبدأ ان هو يشتغل بأيديه واسنانه وفي سنة واحدة بس ترتفع ارادات سوفت بنك من عشر تلاف دولار شهريا الى اكتر من اتنين مليون دولار تلات سنين بعد كده ويسيطر على نصف مبيعات برامج الكمبيوتر في اليابان ومستقرج بس على المجال ده تمام بدأ ان هو يتوسع في كل المجالات التانية اي مجال كان بيلمحو كان بيستثمر فيه خد عندك بقى الاجهزة الالكترونية الالعاب الالعاب الفيديو جيم الصحف والمجالات مفيش حاجة كان بيلاقيها مش بيستثمر فيها كان عمال يرمي فلوس في كل الشركات اللي يشوفها وتحديدا شركات التكنولوجيا اغلبهم كان بيكون مبني على الدراسات علمية وبعضهم يعني كانت كوارث استثمارية ومغامرات كبيرة جدا لكن من الوقت ده تبدأ بقى الملايين تنزل عليه من كل حتة لدرجة ان سنة 99 كانت ثروته الشخصية بتزيد 10 مليار دولار كل اسبوع كل اسبوع كده في زيادة 10 مليار دولار كان اشهر شخصية في اليابان وفي العالم كله لانه اصبح اغنى رجل في العالم لكن الحلو ما يكملش وفرحته دي لن تدوم سنة 99 كانت اسهم شركات التكنولوجيا الامريكية راكب الساروخ وبطير لكن صعود الاسعار ده كان مجرد فقاعة وانفجرت فبعد ما كانت بقى ثروة مساويشة صنعة عمالة بتطلع وبتجري كده ويتجاوزت 105 مليار دولار في الوقت ده خسرها كلها وما تبقاش معاه غير 2 مليار دولار كل حاجة انهارت في الوقت ده والعلم ده يخليه الرجل الوحيد في التاريخ اللي يخسر الرقم ده في البورصة المفروض دلوقتي ان اي حد ما كان الراجل ده حصله اللي حصله ده فيعني سكت قلبية وشكرا على كده لكن صاحبنا وقف من تاني على رجليه وقعت سنتين كاملين يفكر في الخطوة الكبيرة اللي هيعملها علشان سنة 2005 يبقى على يقين تام ان المستقبل للانترنت وتحديدا الموبايل انترنت فعمل دراساته وتأكد فعلا من الفرصة دي طيب اعمل اي دلوقتي مفيش غيرها انا قدم على رخصة مزود خدمات موبايل في اليابان اما رايح ليه الحكومة الحكومة قالت له مفيش رخص متاحة اذا الحل دلوقتي انه يشتري شركة موجودة وبالفعل والحظه الحلو ان فودافون اليابان كانت هتتباع في الوقت ده بس بكام بعشرين مليار دولار وهو مش معاه غير اتنين مليار دولار اذا البنك هو الحل امواخت بعضه امرايح على البنك قاعد معاهم وراهم الدراسات اللي هو عاملها وادر فعلا يقنعهم مبدئيا كده بالفكرة بتاعته وبارباحها في المستقبل بس 18 مليار دولار ده رقم كبير جدا ومش سهل ما هو برضو مش اي حد يروح البنك يقول انا عايز 18 مليار دولار يدولوا كده ويروح والموضوع انتهى لا بس ومع ذلك وفقه على القرض عارف ليه لان الراجل ده قبل فقاعة الدوتكم كان اغنى رجل في العالم ثروته الشخصية كانت بتزيد 10 مليار دولار كل اسبوع فالكلام ده عمله وضع كبير جدا وسط المؤسسات المالية شهرة كبيرة جدا ولان اللي بيوصل مرة بيعرف يوصل الف مرة فقدر فعلا ان هو ياخد منهم القرض الكبير ده وقد كان من الوقت ده الى وقتنا الحالي سوفت بنك اصبحت واحد من اكبر المؤسسات المالية والاستثمارية في العالم كله شركة ليها ايد في اغلب شركات التكنولوجيا اللي نعرفها واللي لسه هنسمع عنها في المستقبل القريب لما يتم الاكتتاب عليها وشركة بقية طلعة من تحت السلم وهوب بقت بمليارات اغلب الشركات دي بتلاقي سوفت بنك كانت وقفة وراها وطبعا يعني مش محتاج افكرك باللي حصل مع شركة علي بابا والعشرين مليون دولار اللي رماهم كده ما سايوشو صان في الشركة دي وبعد كم سنة العشرين مليون دولار دول اصبحوا ستين مليار دولار ستين الف مليون دولار شايف الرقم قد ايه فالراجل ده عنده نظرة مختلفة جدا للاستثمارات وبيقدر يشوف مستقبل في حاجات اغلبنا مش بيشوفها اصلا بنفس الطريقة والعلم برضو الحركة اللي عملها مع علي بابا دي دي ما جاتش كده لا الراجل ده قبل الحركة دي عمل نفسها بالضبط في منتصف التسعينيات مع شركة ياهو لما حط معاهم ميت مليون دولار واخلال سنة تقريبا او كم شهر الميت مليون اصبحوا تمانية مليار دولار لدرجة ان مؤسسي الشركة ياهو كانوا شايفين ان الراجل ده مجنون يعني مين اللي يجي يحط معنا احنا ميت مليون دولار لا يعني ده اكيد مجنون لكن الراجل ده كان شايف حاجات هما نفسهم ما كانوش شايفينها ويزبق على كده مئات الشركات اللي دخلها مسايوشي صن بنفس الطريقة دي ولسه مكمل الى وقتنا الحالي باكبر سندوق استثماري في مجال التكنولوجيا عالميا سندوق فيجن 1 ومن بعده فيجن 2 ورغم كمية الصدمات العنيفة اللي تلقاها السندوق ده في بداياته وسعنة الكورونا والسسمار ويورك اللي هو وصفه بعد كده ان ده يعني كان السسمار احمق منه وان هو يفضل ماسك في الشركة دي ده كان حمقة على حد وصفه هو للسسمار ده الا ان الشركة دي رغم كل ده مكملة او السندوق ده عفوا لحد وقتنا الحالي مكمل وواقف ومن كام شهر اعلن عن كمية ارباح ما لقاش حل الارباح دي الكل بيبص ازاي يعني اتعاملت ازاي كل الكلام خلي بالك السندوق حاجمه كبير كبير وكمية فلوس كبيرة وان انت تتحرج بالفلوس دي كلها مش سهل يعني الموضوع ما بيكونش سهل وبسيط زي ما احنا متخيلين تمام فان كان بيدل كل اللي انا حكيتولك ده على حاجة فبيدل على ان الراجل ده فعلا مش عادي في مجال السسمار وبس كده سيدي دي كانت حكاية النهاردة حكاية مسايوش الصن وشركة صوفت بنك فلو عبابتك الحلقة اتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب والاهم من كل ده انك تجاوبني على سؤال حلقة النهاردة هل انت من الناس اللي بتشوف ان مسايوش صنوا اسلوب عمله ده هل هو ده الاسلوب السليل لتداول في البورصة والاسهم هل هو ده الصح انك تدخل بقى البجامد وفتح للصدر الكبير قوي دي وتخش بقى بالشكل المغامر قوي ده هل انت مع الفصيل ده ولا انت شايف لا ان الموضوع يكون ابسط من كده بكتير ووحدة وحدة وتبص ليه الارباح القليلة انت مع مين في دول هنتظر رأيك في الكومنتات واشوفك ان شاء الله في الحلقة اللي جاي شكرا